زهقت جداً من الكلام في باب الحارة أصلاً بالله دوري شبه ملائكي الله لا يوفاك الله يسعب حق تقابلي الخصم تبعك وتقابلي تعتنازليه المعجب جداً لعبقرية أحمد زكي الله أنا بالألفين واثماني سويت مسلسل اسمه الاجتياح طبعاً أيوه عظيم طبعاً إن أحلى المسلسلة الله يرحمه شوقي الماجري هذا المخرج المبدع العبقر طبعاً تنسي العظيم ما الزباط طبعاً مسلسل حظيم طيب هذا الاجتياح نعرض على قناة عربية واحدة فقط مع الأسف الشديد هي قناة إن بيسي وهو يتحدث عن قصة حقيقية في بداية الثمانينيات تذكروا الاجتياح الإسرائيلي تصدر لجنين طبعاً مخيم جنين تحديداً جمع كل الفصائل الفلسطينية أمام النار الإسرائيلية يعني نحكي لك عن الفكرة طبعاً أيوه عارفوها هذا بالألفين واثماني حصد الأول على العالم أخذ جائزة لأيمية ووتس أيوه أنا كشخص جاني تنوي من نيويورك عالمياً على هذا الدول اللي أنا سويته لشخص كان عايش الله يرحمه اسمه يوسف يوسف ريحان أبو جندل هدوات اللي مات أصالة استشهد كان قبل بدايتين عم يحكي تليفون مباشر مع الجزيرة مباشر كان في نقل مباشر لكل هاي عملت الدرع الواقي تبع الجيش الإسرائيلي اللي صارت بعد كل وقت بعد ما خلص تليفون حكى مع ابنه ومرته وقتلوا الإسرائيليين الله يرحمه هي باختصار القصة أنا أخذت عليه جائزة عالمية مفترض ولسه أبو عصام غالبني مرضو تماما كنت أفكر قبل اللقاء ده أنه أكيد أكيد زهقت جدا من الكلام في باب الحارة يعني ساعات يتحول العمل إلى شبح بيطارد البني آدم لوقت طويل أنا أفهم صح ولا ده مبالغة مني لا لسه ما بالغت أنت الوضع فيه مبالغة أكثر من كل حقيقة لا هو الموضوع باب الحارة خلاص صار يعني صار ورانا كلنا يعني حتى المنتجة لها السنة بعتقد ممكن ما حينتجه خلاص ما هيك بعتقد ما بعرف الله ما أنا بتأكد نية من مئة مثلا بحكي لك كلام بسمع عنه بس أما باب الحارة وين صار وشو تباصيله شو قصته شو مشاكله شو كده بالنسبة لي باب الحارة أفعل مع المرحوم بس أعمل من الله لا يرحمه بس خلاص طبع الله يرحمه بس أكيد في حياتك حسيت فجأة أنه أنت يا باب الحارة بتطريدني كثير يعني أنا خلاص أنا أنا عملت مئة عمل أنا عملت يعني سيبه قبل حارة شوف لعلك هذا الكلام له علاقة بالجمهور أنت ما فيك تفرض على الجمهور شو اللي بنكون يحبه وممكن ما يحبه ما فيك فيروس بكل عملاقته الله يطول عمره يا رب يعني ما فيك تقول للناس حبوا أجباري إحنا ربينا عليها ومنحبها وما فينا بلاها الصباح وهي مثل في جنة هو الصباح تبعنا تفتح نفسنا وتفتح روحنا وتعطينا أهم لليوم بس ما فيك تقول للناس اللي حبوها فيه ناس ما فيه ناس تسمع الصباح محرم فؤاد بسرعة الله مثلا الله فيه ناس تسمع عم فؤاد بلنام فيه وانت جيبت محرم فؤاد دامنين هلأ خطر بالي هلأ دور تعطيني من الزاكرتون أديك العصابة العصابة كلها ولا بيستعصابة رئيس العصابة هلأ كتر غيره وسيجار كده دائما حساسية الإنتاج المشترك دي فيها الفيلن دا دائما بيبقى موجود يعني شوفي بحكي لك إصة النجاح والفشل إحنا شكل حياتنا بالإنتاج كندو تيجي بتقولي مثلا خدي مباراة كرة بقدم نيح مباراة كرة بقدم فيها بالأخير بدكم بنتيجة حدا غالب طبعا وحدا مغلوب دايما بس تكون المباراة قوية وحدا نهزم لا نفترض أنا انهزمت أنا ببقى طالع من الهزيمة الرضيان لأنه منافسي قوي وأنا قديت أداء جميل أيوة بس خلص هاي النتيجة أما إحنا كل عمرنا منعلك النجاح لكن إحنا وازنين ما بنساوي شي ما عنا جدارة إنه نقدم كل شي عنا إحنا لأنه ما عنا مباراة حقيقية يكون في تنافس حقيقي هذا بيبلش بقبول الآخر تقابلي الخصم طبعك وتقابلي تنازلي وتنفسي لحتى تتعاملي الأحسن وهذا بينطبق على شو على كل شي تفتكر ممكن تستفيد إيه من أداءه في الأداء يعني هل أنت في ممسلين في العالم العربي غير نحت من والدك وجدك هل في ممسلين في العالم العربي لمحت منهم حاجة في التمثيل حسيت إن دي حاجة ممكن تبقى مفيدة بالنسبة لك شوف ما فيك أنا أنا هذا كثير بنحكي بيقول لك مين أستاذك مين مثلك الأعلى مين ما بعرف إيش هذا كلام للتصدير أما بالواقع المجاملة بالواقع الحقيقي قدرتك على الاستفادة يمكن تكون من ممثل تنوي قدرتك على الاستفادة هل على مثلا معجب جدا بعد قرية أحمد زكي طبعا هذا الرجل المتنوع اللي ما في لهلأ حدا قادر يوصل لهذا التنوع تابعه حتى في مصر بكل هالماكينة البخنة في مصر طلع أحمد زكي لحاله ليه قدرة عجيبة على التنوع هائلة هائلة هذا يعني ما فيك اللي توقع عنده قديش أنا ممكن أستفيد منه أنا كلما هو بيحلق كلما بحس قديش هو بيتعامل مع عناصر التعبير اللي عنده تعامل جدي وحقيقي لدرجة إنه هو الرجل صار كان الله يرحمه مهوس ومجنون ومجنون وعصابي هو إنسان مش طبيعي طبعا طبعا يعني ما كانش إنسان طبيعي هذا هو اللي انت بدأت توقف عنده إنه هذا نحن في مناخات في القاهرة في مناخ يا أخي في بيئة كبيرة كتير مرة صارت حاسة كنت طالع معه بالترين تتذكري ترين أو تسمعي في انتي؟ أنا أذكر الترين كنت صغير كان التريني مر من باب ثومة مر عند العمارة على سوق الهال هذا الشارع اسمه شارع الملك في صوت كان ملك في صوت الحاكم سوريا أي بمر الترين هيك بصل لصحة المرجع بيجتمعوا الترينات بيتوزعوا بعدين بيقول أنا حادي مشق أبي فيما بعد اشتغل على الترين كوم سري يعني جابي أي فجدي كان يطلع يطالعني كل يوم جمعة معه بالترين بس دورة بعد منزل من الترين أنا بيتفرج على المدينة بالنسبة أننا نطلع من الحارة الشارع نطلع من الحارة نطلع من الحارة عم نتفرج ايه أنا عم أتفرج على البنايات مو بيوت عربي مو قطاط وزبالة بيوت وبنايات وكذا كنت حسها أنا عاد بلوس أنجلوس هيك نتفكر فاتعرض جدي للسرقة بالترين أنا قاعد ما كنت أنا ما أبوصل إلى رجله يعني كان مشلش هروا له طول الطريق وهو منصوت على الترين ولو صوت وكذا والناس والعجق والبشر أنا أشوف هيك شي مخنوين بالحارة أي وصغير فاتعرض جدي للسرقة واحد نشله سرقوا له جزدان جزدانه كان صغير هيك مثل جزدان الستي لو صحاب قديم بيحط في المصارع الحديث المعدن سمي فيما سمي البوك أي واه حاطتهم هالجور حدامة ديدوس نشله حس عليه جدي وقفوه هذا الحرامي ضع جدي بين الغضب والحزن صار يدي عليه ويدعيله يا الله ايه بين مثلا الله لا يوفاك الله يساعد حق والله اللي بتزوجه فنانين قسما بالله دور الشبه ملائكة اللي يتجوز فنان يبقى ملاك طبعا أكيد والله بدي يحمل هاد قصة هاي ما لسهل الناس اللي الظاهرة تشوفهم برا بس هي حياة صعبة حياة فيها قصص كتير وبتخلص انت مثلا فيك تعرف انه أنا فيني أعرف نساني يوم لأيام انه أنا بدي ايجي على البيت وأنا بعد يوم مضني متعب أعصابي مهترية بدي ايجي على البيت المرات بقائفة السيارة وبدخن سيجارة وصيجارتين قبل ان نفوت على البيت لأني بعرف انه فيه هلأ هالساعة الاولى من حصتها في عندها مجموعة اسئلية ماني جاهز لا بقعد يجاهز حالي اللي اضروري والله انت ابو عيسام بتقعد تدخن سيجارتين في السيارة قبل ما تتلع ايه طبعا او بلف السيارة اذا ما معي دخن